السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع حضراتكم احمد العربي وحضراتكم بتتفرجوا على قناة العربي learning solution ودا كورس introduction to IT security او مقدمة في امن تكنولوجيا للمعلومات والكورس حضركم بصرح للناس بتوها السايبر سيكوريتي او الانفرميشن سيكوريتي نديد مخاضر رقم 8 وان شاء الله هنبدأ نتكلم عن الهجمات اللي بيتم على النيتورك يعني كان احنا في المحاضرات اللي فاتت اتكلمنا عن بعض المصطلحات المهمة سواء في امن المعلومات او الانفرميشن سيكوريتي او السايبر سيكوريتي واتكلمنا برضو عن المليشي السوفتوير اللي هي البرامج الخابسة اللي بالسبيل الهجهزة واول من الهجمات اللي نتكلم عليها اللي هي هجمات النيتورك اللي هي اسمها الـ DNS Cache Poisoning Attack بس قبل ما نتكلم على الـ DNS Cache Poisoning Attack تعالوا نعرف مع بعض يعني ايه DNS اساسا الـ DNS جماعة اختصار الكلمة Domain Name Server طيب بتعمل ايه ديت او وظفتها ايه اعايفي حراركم طبعا الاجهزة بتاعتنا كلها دايما بتتصل بشبكة الانترنت صح كده؟ كل جهاز كل موبايل B-C سيفر ايا ان كان الجهاز انا ما تيجد تتصل بشبكة او تتصل بشبكة الانترنت فيقوم الانترنت بميز كل جهاز بيخش عليه ان هو يديه رقم عشان يعرف يتعامل معه والرقم ده يكون هناك يعني ما يتقرارش الرقم ده يا جماعة بنسميه IP Address وكلمة IP اختصار لكلمة انترنت بورتوكول الفتيجة حرارك طبعا تقول لي معنى كلامك ده ان انا لو موجود على شبكة الانترنت وعايز اندح على ويب سايت زي www.yahoo.com ما عرفش اندح لي باسمه ده اني لازم اكتب له IP Address بتاعه كلامك مصبوط لان الانترنت ذات نفسه اساسا اللي هو عليه طبعا ياهو ياهو ده اجل مع www.yahoo.com ده في الاخر هو اجهزة كمبيوتر او اجهزة كمبيوتر كلها موجودة على الانترنت برضو اي بي ادرس بس بتحمل اسميها فانا المفروض بايد فلط الطبيعي يعني ان انا اتكلم لغة الكمبيوتر اللي هي الارقام فلو عايز اطلب ياهو المفروض افتح البراوزر واكتب ال IP Address بتاعيه لازم يكون حافظه طيب مشكلة طب النار ده انا احافظ ال IP Address بتاعيه واحفظ ال IP Address بتاع الفيسبوك واحفظ ال IP Address بتاع اليوتيوب مش هعرف افكر كده البناة ده ما بيعافش يفكر بالارقام ولا يحفظ ارقام البناة ده اصل حاجة بالنسباله هي انه يحفظ الاسماء معنى كده ان الكمبيوتر بيتكلم لغة والانسان بيتكلم لغة تانية خالص طيب انا عايز اتكلم لغتي بقى وعايز الكمبيوتر يفهمني طب هو بيتكلم لغة وانا بتكلم لغة محتاجين ايه مترجم كده ياخد الكلام باللغة اللي انا بفهمها يفهمني الكمبيوتر اللي هو ايه اللي هو بيفهمني يعني ياخد مني الكلمة اسم الموقع وهو ياخد اسم الموقع ده تترجمه هو ال IP Address انا اتكلم بلغتي اللي هي لغة الاسماء وهو ياخد لغة الاسماء ده تحولها اللغة الارقام اللي بيتكلم بها مع الكمبيوترات والسيرفرات تكميل المترجم ده بالضبط ال DNS او دومين نيم سيرفر ده اللي هياخد اسم الموقع مني ويبدأ يحول اسم الموقع دوت ال IP فيبدأ يوديني للموقع اللي انا عايزه ويبدأ اتكلم مع الانترنت او بمعنى الصحة جبقه ممكن اقولي ال DNS او دومين نيم سيرفر ايان كان عامل زي كده النوتة بتاعتي التليفون الاسم وصد الرقم بتاعه بس هنا بدلا ما يحط الاسم ويحط اسم الموقع واقصاده بال IP وبسجل ده فعليا على السيرفر بتاعه في شكل جدول وكل اسم واقصاده بال IP بنسميه عرفنا على بعض كده يعني كل نيم بيشاور على ال IP الخاص به ماذا لو ان انا ادف تعدل في الريكورد ده بقى واغير فيه يعني اما حضرك بتطلب موزح scanned ولمنظر وفي الому من السيرفر ومحن عريبة الريكورد Yep المقابل الاب بتاعه 198.122.10.20 يعني قدرت اعدل في الاب بتاعه الا يحصل طبعا لما تجي تطلب الاب مختلف عن الاب بتاعي ويوديك على اي بي مختلف عن الاب بتاعي ويوديك على اي بي تاني خالص ويقدر من خلاله اخب منك اللي انا عايزه ده بقى اللي بيسموه ال DNS Cache Poison Attack ان انا اقدر اعدل في الريكورد اديك Fake Record ريكورد مزيف مش حقيق اي نعم انت بتديني الاسم المزبوط بس انا بدي حضرتك ليه الاي بي اللي مش مزبوط وحولك للمكان اللي انا عايزه ده جماعة اللي بيسموه DNS Cache Poison Attack يبقى جماعة DNS Cache Poison Attack الاتاكر الذين اللي موجودين قدروا يغيروا في الـ DNS فاليوزر لما يطلب ويبسايت معين بدلا ما يدخله على الويبسايت الحقيقي يدخله على Fake Website ممكن من اكبر واشهر الهجمات اللي حصلت في موضوع الـ DNS Cache Poison Attack كان في البرازيل الهاكر هناك قدروا يتحكمه في DNS بتاع شركة من شركات مزاودة الخدمة الانترنت مثل الشركات اللي هي اي ان كان اسمها مثلا مثل اتصالات فهم قدروا يتحكموا في شركة كبيرة كده من الشركات اللي هناك وقدروا حضراتكم ان هم يعدلوا في الـ DNS record المواقع الشهيرة زي Hotmail زي Google فلما كان الواحد يحب يخش على مواقع من المواقع ديت فكان بيحولوه على ويبسايت خاص بيهم والهاكر بيتحكموا فيه وكان بطلب منه ان هو يسطب عنده كود جاوفا قبلت كده عشان يشغله الويبسايت فكان الواجل بحسن نية بيبدأ يعمل لجاوفا ديت عنده فالمهم اول ما يعمل كده يبدأ ينزل عنده ممكن نراجع الحالات اللي فاتت برنامج خبيث كمهمته ان هو يسرق البيانات الخاصة بالحساب البنكي بتاعت المستخدميات وبالفعل يمكن اضرر بعدد كبير جدا من المستخدمين الانترنت في البرازيل عن طريق الـ ارجو يكون وضح لحضراتكم يعني DNS كان اول موضوعاتنا اللي بنتكلم فيها في الحالة الـ ما يتنسوش حضراتكم تعملوا سبسكرايب في القناة وتفعلوا زر الجرس وتدوسوا لايك عشان يوصل حضراتكم كل ما هو جديد في الكورسات بتاعتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة